مساء الخير متابعي برنامج ما يقال دائما مع أجواء الشان ونحن نعيش الآخر مقابلات هنا بمدينة قسنطينة استقبلناهم على أنغامي مرحبا كما رحي تشير اللافتة عاشوا أجمل الأوقات حاولنا اليوم التقرب من التاقم المرافق لكل الفرق وفرقتين التي ظهرتها قسنطينة وعاشتها أجواء هذا أشان رصدنا لكم آخر تدريباتهم أما قبل الأخيرة ورصدنا لكم انطباعاتهم خاصة حول نوعية وجودة الإمكانية والمنشآت الرياضية الجزائرية تابعونا في هذا العدد فأكيد رح تكتشفوا أردت فعل ضيوف قسنطينة حول استقبالهم للشان يا مرحبا والحب أقبل فينا لما أتيناك قسنطينة هذه الجزائر بالتميز أبدعت لبطولة الشان التي تحيينا يا مرحبا جدنا نردد بالمحبة مرحبا يا مرحبا بحضوركم لبطولة الشان هنا يا مرحبا يا مرحبا هو ما سمعه ضيوف الجزائر وقسنطينة منذ أن ولجت أقدامهم أرض الوطن فاستمتعوا وأمتعوا بأقوى العروض الكراوية محليا في هذا العدد سنزور تدريبات منتخبة مدغشقر وغانا ونعيش معكم كواليس تحضيرات ضيوفنا لمقابلات الربع النهائي ونرصد لكم ردود أفعالهم فيما يخص التنظيم البداية كانت على الساعة العاشرة صباحا بالملحق الثاني لملعب الشهيد داود سريمان في جو بهيج وعلى أنغامهم المحلية جاء فريق مدغشقر ليمضي حصته التدريبية في هدوء تام وتنظيم محكم ورصدنا لكم هذه الصور من التدريبات المترجمات والمقابلات 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 والاسترامن موسيقى أمام الموزنبيق فصرح المدرب أراكو تندرابي التالي موسيقى 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 وفي حديث جانبي مع رئيس باثة غانا الدكتور توني أوبين فتح قلبه لنا قائلا موسيقى موسيقى نحن 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 الحاول المترجم الآن لدينا مغيباً. إنها مغيباً. جيدًا ولدينا نحواناً جميلًا. لذلك نحاول إستخدام منذтрام. أعرف بإمكاني يقول لدينا مجرد. أريد أن نكون هنا جميعاً. لذا نعود لدينا إلى الإثارة. ولذلك نحواناً لدينا لدينا di chill. لذلك نريد تشكيّف الباب كثير من العكونات. المترجم نحمي الجيد جميلة جميلة. ظهر جميلة. الذين يحسن نفسه جميعاً. لا نحن نحن عن المتعار منها. المتعار Shoal نحن 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 نقوم بحجبين فهموا نقول Но هذا الحكمO إنه جيد جيد مدهوه ومدهوه المنزلناك يعملن نحن لا يحفوه ودعنا نحن نحنده وريد أن نشأ المعجل البنقية نشاهد المنزل في حول المنزل نجير نجير قومي بتجيب بمسطعام نشاهد المنزل نشاهد نجير نشاهد نجير قطعة جيدة نحن جزوح ونحن نحن خطائنا نعلم إن نجير يكون مدهوب بخير نحن نقوم المشربون وعمل هم مدهوب بخير لذا سنقوم المنجر بالخطور ونطلع المشربون بخير لكننا أعتقد أننا نعيش عنهم ونحن الله نقوم بخير أمن أننا جئاوندنا نحن مناقشون نحن نتكلم بمشربة الجنة هل تعرفون رياد ماريس؟ نعم، نعرف رياد مارس أيضا، رياد مارس أيضا، ونحن نفهم أنه رياد مادريد، هو أيضا من هنا، أو كاريم؟ كاريم بنزيما، نعم، كاريم بنزيما، هو مادة وفادة من هنا، لذلك، أولجيريا هو مدرسة جميلة، نعم، شكراً لك، شكراً لك، شكراً لك المشرفة على متابعة وصيانة أرضية ملعب مركبة شهيد حملاوي، مع السيد صالح، رئيس الورشة، والذي صرح لنا قائلاً المساحات الخضراء، أي مساحة خضراء، سواء تسوية الملعب وحدائق ما حال أنتم تخدموا في ملعب شهيد حملاوي؟ شهيد حملاوي عدنا تقريب حوالي، تقريب قول ثم سنوات، ثم سنوات، أنتم اللي كنتوا ديروا العمال تنفعوا وما قبل؟ أنا أمان، السيانة، السيانة للملعب، وشي التقلية التي تستعملوها أنتم في السيانة؟ السيانة هي صيانة العشب، من أعشاب الضارة، ومبيدات لصيانة الملعب، ونزل أعشاب الضارة، وصيانة تغذية العشب، من مواد أسميدة ومواد أخرى كثيرا في القاوة استحسان، خاصة الأرضية ملعب شهيد حملاوي، وحافظتها على الخديرة ارتاحة، وحافظتها على ممكن اللون، أنها ما تكونتش فيها كبيرة؟ جهود كبيرة، جهود كبيرة فيها، جهود كبيرة، من زراعة العشب، بالصيانة، بالقص العشب، بالأسميدة، من المبيدات، ثانية محاربة الجليد، اللي تطيح الملعب ثاني، وزيد ثانية الصيانة، طريقة الصيانة منها لتعاكل منها كذا، منه، يسترجع الـ هذه نحكي عن الصيانة الآنية، يعني كما يخلص الماتشفات؟ هذا كثيرا، بعد نهاية الملعب، كما نقول تدريبات، تراحو ترجعيون ضغير كل منهم، وشي ممكن السر إنه شركة جزيرة استطعت أنها تحقق هاد الأرضية؟ آج، بدون استعانة بالغرب والله؟ وعندنا المتابعين الذين يتبعوا العشب التكنيسيين كما نقول السيبرير والحمد لله نقول الأرضية بينها وشانتين كما يقوله بين لدينا ملعب هذا الريبليك دو والبيارسي والله يحظك وشكرا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من برنامج ما يقال موعدنا يتجدد الأسبوع القادم في عدد جديد دائما ومواكبة الحدد اشتركوا في القناة